نسق الوضع الوبائي في البلاد خلال الفترة الماضية لم يطرأ عليه اختلاف كبير فعدد حالات الإصابة والشفاء والوفيات المسجلة يومياً يراوح مكانه بانخفاض وارتفاع بسيطين تؤكد ذلك آخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ليوم أمس والتي أعلن خلالها عن تسجيل 728 إصابة بين مخالطة وجديدة تزامن ذلك مع تماثل 700 ومصاب واحد للشفاء ووفاة 21 آخرين بالفيروس وفي تغير طفيف اقتربت مصراتة من طرابلس بعدد الإصابات المثبتة لديها حيث كشفت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز عن إيجابية 145 عينة في مصراتة بينما سجلت طرابلس 305 حالات مؤكدة بكورونا وفي آخر أيام هذه السنة المليئة بالمفاجأة تقترب ليبيا من تسجيل 100 ألف إصابة بالوباء بعدد إجمالي تجاوز 98 ألفا النشط منها 27 ألفا وتسعمائة وخمس وخمسون بينما تعافى أكثر من 68 ألف مصاب في حين قضى هذا الفيروس العنيد على 1436 من أحبائنا وأصدقائنا ترجمة نانسي قنقر